بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والا صار لنا الآن من يوم العثنين ونحن نناقش الميزانيات الوزارات والهياة مع الأسف سبقنا تحجينا بهذا الكلام حتى بالمجد اللي طاف وقلنا يا أخوان كثير الوزارات والهياة عليها ملاحظات ومع الأسف أن هذه الآن حتى الملاحظات والمخالفات مكررة أيضا المسؤول اللي سبب هذه المخالفات إلى الآن موجود والبعض تم التجديد له من القيادات احنا شي الفائدة نجي نصدق ومع الأسف مخالفات مكررة وقاعد نقول يا أخواني يفترض أن القيادة اللي عندها مخالفات ما يتجدد له ما يتجدد له اللي عندها مخالفات ما يتم التجديد مع الأسف أول من يتم التجديد له أهو اللي عنده مشاكل وعنده مخالفات أول واحد يتجدد والرجل اللي مستقيم اللي قاعد يحافظ على المال عام أهو اللي ما يتجدد له خاصة بالوكلة والقيادين الشغلة الثانية أنا تكلمت عن بنك التسليف اللي هو بنك الإثمان كانت فيها ملاحظات أنا أهم يعني من ضمن الملاحظات اللي قاعدت أتكلم فيها اليوم عن الدفعات الأخيرة مالة القروض مالة القسايم اليوم مش قاعد يسوي البوينغ قاعد أنه مثلا والله باقي الدفع الأخيرة ستة ألاف قاعد يحجز الألفين مالة الكهرباء ما يعطيه الأربعة قاعد يعذبه وقاعد يمرمره يعطيه ألفين وتعال بعث تتشر اطلع كشف آخر يعطيك الألفين الثاني قاعد نقولهم يا أخوان أنت ليش تمرمره هذه الدفع الأخيرة شو الهدف أنك ما تعطي الدفع الأخيرة أنت مو قاعد تعطي أول دفع يروح يلعب فيها احنا معاك احنا نتكلم عن الدفع الأخيرة سواء المبلغ من عشر تلاف وقل ثمانية سبعة ألفين تحجز كهرباء ليش ما تعطي الدفع ليش ما تعطي اللي باقي لخمسة باقي لستة احجز الألفين وعطي الباجي ليش تمرمره ليش تخليه يقعد يفتر كل يوم عند البنك وطلع كشف وعطي ألفين وبعدها يبقى لها ألفين طلع كشف ويقعد ثلاث تشهر وتعالي أخذ الألفين الثانية أنا أتمنى وسبق أننا تكلمنا مع مدير البنك وإحنا قلنا له ما يجوز مرمرة العالم ويفترض أنه الدفع الأخيرة أنكم تعدلون وأنه ياخذها بدون أي واسطة وهذا حقه وأمواله ما يصير تحجيز عليه يروح يدين ويروح يتسلف عشان أنه يسدد هذا أمر غير صحيح اللي قاعد يصير أنا أتمنى أنهم يتعاونون وإذا ما تعاونوا لنا موقف إياهم بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو هيئة البيئة مع الأسف أنه الآن نسمع ويقال أن هناك مصانع بم الهيمان بم عبد الله أنها راح تطلع جديدة أحنا وتكلمت أنا ورد وزير التجارة وحذرته قال حذرته قلت له من إنشاء أي مصانع جديدة ما أمامنا إلا محاسبتك أنت إذا تم إنشاءه أي مصنع أرواح الناس ما هي برخيصة أحنا تم في السابق مجال السابقة تم استجواب رئيس الوزراء بسبب هذه المصانع اللي بمينا عبد الله وكان قربها للمساكن العلي صباح السالم وأيضا المناطق الثانية المجامرة المجاورة والأمراض اكثرت بسبب هذه المصانع بعضها نعم وقف بعضهم وبعضهم جددوا له الآن إذا فيه نية التوجه إلى إنشاء مصانع أنا أقول ما أمامنا إلا وزير التجارة وأنا مسؤول عن كلام أنه راح يتم محاسبة وزير التجارة إذا إنشاء مصانع جديدة وأنا قلت له وهو رد وقال أبو عبد الله إحنا ما راح ننشئ إلا بعد موافقة البيئة قلت له البيئة مرتين يتم استجواب رئيس الوزراء فيها بسبب هذه المصانع إحنا نقول ونحذر وعيد الآن التحذير أنا أقول يتحمل وزير التجارة إذا إنشاء مصانع جديدة لن نسكت على هذا التجاوز وصحة الناس ما هي رخيصة ولن نساوم على صحة الناس وراح نقدم على أي وراح نستخدم أدواتنا الدستورية إذا تم إنشاء هذه المصانع أنا أقول يجب على وزير التجارة الانتباه يجب على المدير عامل بيئة أن ينتبه هذه المصانع ويبحثها وأنا سبق نسألت قال له هذا مصحح إحنا ما نعطي إنشاء مصانع أخرى شكرا